موسيقى كلما سافرت إلى مكان دائما تردد في عقلي قول الله تعالى وما تدري نفسم ماذا تكسب غدا وما تدري نفسم بأي أرض تموت بعض الأوقات حتى بيخطر في بالي أنه يعني أليس من الأفضل أن يأتي أجل الإنسان وهو بين أهله وأحبائه لكن الأخير لا يختار المرء لا يمكن أن يختار المرء بحكم هذه الآية أيضا بحكم الواقع الذي نعيشه أين سيكون أجله يضحب حتى في رحلات خطيرة في بعض الأوقات ثم يعود وفي بعض الأوقات أشياء لا تخطر على البال ببساطتها ولكن يكون أجله قد أتى لكن هذه الآية التي تنتهي بها سورة لقمان أذكر عندما درسناها في مدار الزمان درسناها بالطريقة التقليدية أن هذه الأمور هي التي قص الله نفسه بالعلم بها مفاتح الغيب أي نعم لكن إحنا وجدنا مع الزمان أن بعض هذه الأمور الله يسر للناس من العلوم والمعارث ما يتمكنون من الإطلاع على بعضها يعني مثلا الآن المناخ الأمطار الآن الناس صارت لمدى أسبوع لمدى أسبوعين تقريبا بدرجة عالية من الدقة يمكن أن تعرف الأجواء القادمة الآن ما في الأرحام ذكر أم أنثى بعد فترة معينة من الحمل أصبح بدرجة عالية جدا من الدقة يمكن أن يعرف ما إذا كان ذكرا أو كان أنثى ربما السبب يعني لأنهم يراقبون قوانين الله عز وجل في الكون أما الموت فحينها تتعطل كل القوانين حالة استثنائية فلذلك دائما ينبغي الإنسان أن يكون مستعدا للموت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كيف نعلم أنه يعني يأتينا الموت ونحن مسلمين يعني دائما إبقى مستعد على استعداد جاه في قضية هذه الآية أن الله تبارك وتعالى خص ذاته بالعلم بها أنا أعتقد أن هذا فيه دقة إلى درجة كبيرة الله عز وجل في قضية المناخ على سبيل المثال ما قال ويعلم متى ينزل الغيث قال وينزل الغيث فمهما علم البشر لو علموا إلى بعد مئة سنة أو إلى بعد مئة يوم متى ينزل الغيث ومتى ينحسر ومتى ينتهي في النهاية الذي ينزله هو الله تبارك وتعالى سبحانه وقضية العلم بما في الأرحام أنا أتفق معك في ذلك لكن أنا آتي إلى قضية المطر أقصد أن أشير إلى طريقة فهم الآية من زمن إلى زمن يعني نحن عندما درسناها أذكر ونحن درسناها في الابتداء أن الله وحده يعلم متى سينزل المطر لكن هذا العلم الله سبحانه وتعالى منحنا إياه الآن ببعض الوسائل هو ده صحيح لكن هو يعني هنا يعني إن الله المفروض إحنا لما نتكلم عن قضية أو مسألة من المسائل الشرعية مثل الذي نحن وصدديها الآن نجمع النصوص الوردة فيها في السنة النبوية سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء مفاتح الغيب والله تعالى قال في سورة الإنعام وعنده مفاتح الغيب وعنده بتقديم العندية على سبيل القصر والحصر والتدقيق في الألفظ من ناحية اللغة أمر مهم جدا كما أشار الشيخ محمد هو قال بدرجة دقيق بدرجة عالية لا أنا أقول بدرجة تامة وليس عالية عالية دي تشمل ممكن يكون في بعض الجوانب ليست دقيق بدرجة مطلقة درجة مطلقة ومتناهية شوف ربنا تأمل في الألفاظ إن الله عنده علم الساعة في آية أخرى وعنده علم الساعة ومقدم هنا العندية على الأمر الحصر والقصر في المحدد في شهر الحصر لا يجليها لوقتها إلا هو ثخلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا وينزل الغيث هل هناك أحد ادعى في يوم من الأيام أنه ينزل الغيث قد أعلم متى سينزل الغيث إيه العلامات والأمارات الموجودة في الجو والطقس التي أعرف من خلالها أن الغيث سينزل لكن هل أنا أنزله وينزل الغيث متى ينزل كيف ينزل علامات نزوله أسباب نزوله كل هذا قد يصل إليه البشر لكن من الذي ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحاء المسألة دي محتاجة وقفة شوية أمامها لأن ما حدث من تطور علمي كبير بداية من تلقيح البويضات بين الرجل والماء الرجل وماء المرأة وبعده بيظهر مباشرة بيظهر النوع عن طريق التحليلات وعن طريق هذه الأشياء الدقيقة لكن هل يعلم بكل شيء هل يعلم رزقه هل يعلم طبيعة كل شيء فيه هل يعلم هل هو شقيون أو سعيد هل يعلم ما الذي سيحدث له في المستقبل تطورات الموجودة هل يعلم قبل ذلك ما الذي سيحدث وبعدين هل ما في الأرحام هو إن كان ذكر أو إنسى فقط أو البني آدم اللي هو الرحم فقط الجنين ولا في الأرحام شيء آخر غير هذا فهناك أمور أخرى واسعة وشاملة أوسع مما يتصور البشر وأوسع مما سيصل إليه البشر لكن هذا الفهم دكتور نحن وصلنا إليه بعد أن فتح علينا ببعض المعارف زمان كان الناس ربما يظنون أن المقصود أنه يعرف ما إذا كان ذكرا أو أنثى بحكم ما كان مؤتاحا لهم من علوم فعندما اتسعت لدينا المعارف أصبحنا ندرك أنه أشمل من ذلك بكثير أنا أريد أن أقف عند قول الله تعالى وأشير إلى ما قال الدكتور وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت والله عز وجل قال في آية أخرى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وقال وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله تبارك وتعالى حصر قضية الموت المتعلقة بمسألتين به وهما المكان مكان الموت وزمان الموت نعم فلذلك ولكنه بالمقابل أمر الإنسان فقال وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فالإنسان ليس مطلوبا منه وليس مكلفا في البحث عن زمان موته ولا عن مكان الذي يموت فيه فهذا فلا يملك خيارا في ذلك إذن هذا والله عز وجل يبين من خلال هذا أن هذا ليس قضية كبرى يعني ليست القضية الكبرى أين تموت القضية الكبرى على أي شيء تموت وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فالإنسان ليس مكلفا ولا علاقة له لا بزمان موته ولا بمكان موته ولكنه مكلف بالهيئة والحالة التي يموت عليها أن يموت على الإسلام وهنا نقطة مهمة جدا وهو ما يسمى عموما حسن الخاتمة أن الإنسان إذا عاش على شيء مات عليه وإذا مات على شيء بعث عليه وهذا دلت عليه النصوص يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي مات محرما ماذا قال لا تمسوه طيبا اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيبا ولا تخمر له رأسا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فالإنسان يموت على الهيئة التي يبعث على الهيئة التي مات عليها ولحظة الموت هي تكثيف تكثيف لما عاش عليه الإنسان وهون بيجي حديث يعني يفعل في الناس أفاعيل وهو إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار فيظنون أن هذا هو حالة تسير للإنسان بينما الرواية التي عند مسلم في صحيحه تفسر هذا فيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار أي أن لحظة الموت هي لحظة انكشاف الحقيقة وهي لحظة إكرام من الله تبارك وتعالى لمن عاش حياته يعني على الأقل في صلاح خفي ولحظة كشف لمن عاش حياته بفساد خفير وفي ضلال خفير أعتقد لو أن الإنسان استحضر هذا المعنى معنى وما تدري نفس بأي أرض تموت طبعا قبل المعنى نقول أن الله سبحانه وتعالى لم يقول بأي زمان تموت لأن الزمان لا ينفك عنه الإنسان الإنسان عايش في زمان طول الوقت هو مصاحب للزمان لكن الأرض لا يدري أين سيموت في أي أرض لأنه ليس مصاحبا لكل الأرض في كل الوقت أظلم أن الزمان دلالته في وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نعم يعني هذه دلالة الزمان هنا أنه الغد صحيح هو الزمان بالضبط ربطه بالرزق نعم فأقول لو استشعر الإنسان هذا المعنى معنى أن الموت يأتي في كل وقت وفي أي زمان وفي أي أرض لصالح حال البشرية صلح حال الحاكم والمحكومين صلح حال الأزواق صلح حال الآباء والأمهات صلح حال الإخوة والأخوات صلح حال الجماعات والأحزاب المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية وقل الظلم إن لم يمتنع من الحياة لو أن كل واحد استشعر أنه قد يموت للحظة القادمة أو هذه اللحظة كيف سيقابل الله كيف سيقف بين يدي الله كيف سيكون حاله ومرآه بينها في قلب هذا المشهد العظيم مشهد العرض ومشهد الحساب والجزاء لو أن الإنسان استشعر هذا ولذلك أن العقيدة الإسلامية عندنا نحن المسلمين حينما تنعكس على الإنسان قد تؤدي بالإنسان إلى الإحباط وإلى اليأس والانزواء حينما يموت له عزيز أو يمشي في جنازة يعني تأثر بها لكن الموت عندنا دافع دافع إيجابي لعمرة هذه الحياة للسعي في هذه الحياة للإحسان في هذه الحياة للعبادة الحقيقية في هذه الحياة فالإنسان دائما ولذلك بعض السلف روي عنه أنه قال إنه لو أخبرت بأني سأموت غدا ما تغير حالي في العبادة لأنه على مستوى مستوى رفيع من العبادة ومن المراقبة لله سبحانه وتعالى دائما بحيث لو أنه أخبر خبرا يقنين أنه سيموت بعد قليل لما تغير حاله لما زاد في العبادة أكثر مما هو عليه هو مفترض هو افترض أنه يمكن أن يموت في أي لحظة ذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أكثر من ذكر هادم اللذات هذا فيه إشارة لما تفضلت به أن الإنسان إذا ظل هذا الأمر مسيطرا عليه سيظل في حالة رهبة من هذا القادم لذلك نرى أن هذا المعنى وما تدري نفسه بأي أرض تموت فهمه الصحب الكرام على أنه ليس قضية مهمة بمعنى أن الموت في المكان الذي أنت فيه أو المكان الذي تريده هو القضية الكبرى في حياة الإنسان هذه قضية لست مسؤولا عنها هذه قضية متعلقة بالله تبارك وتعالى أنت قضيتك على أي شيء تموت وما هي الهيئة التي تموت فيها لذلك نرى أن كثيرا منهم لم يموت في المدينة أن كثير من هؤلاء الصحاب الكرام ننظر إلى أبو أيوب الأنصاري الذي جاوز ثمانين سنة يخرج مجاهدا ليقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى في محاولات فتح القسطنطينية فتح إسطنبول فتذهب إلى أسوار إسطنبول لتجده عند سورها هذا الرجل الذي بلغ تجاوز الثمانين سنة من عمره ويأتي 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 ويأتيه الأجل فيقول لأصحابه احملوني على أكتافكم إلى أقرب نقطة من ثغور العدو أو من سور القسطنطينية فاتفنوني عندها بعض الصحابة دفنوا في قبرص أنا كنت من أيام أقرأ عن شمال القوقاز دول شمال القوقاز فتفاجأت أن هناك أربعة آلاف صحابي وتابعي من التابعين مدفونين يعني هناك جيش كامل استشهد معظمه هناك ما يتجاوز أربعة آلاف ابن عساكر في تاريخ دمشق يقول دخل دمشق عشرة آلاف عيناً رأت رسول الله أكثر من خمس مئات صحابي مدفونين في حمص الصحابة المدفونين في القدس حول المسجد الأقصى هؤلاء كان همهم الحالة التي يلقون الله عز وجل إذن لا يوجد عبرة للمكان الذي يموت فيه صحيح بعض الناس يتعمد في حالة مرضه أن يذهب إلى مكة المكرمة أو إلى المدينة المنورة لا قيمة لذلك سيد عبد الله بن أبي بن سلول المدفون في البقيع يعني يعني رأس المنافقين وسيد رأس المنافقين مدفون في البقيع والصحابة يعني ليست العبرة في المكان العبرة ما هي الهيئة وما هي الحالة أبو زرعة شيخ الإمام مسلم كان في مرض الموت والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة دخل الجنة فدخل عليه أصحابه يعني يعودونه في مرض الموت فأرادوا أن يذكروه بهذا الحديث فبدأوا يقرؤون الحديث ويخطئون في سنده كي يعني يشيرون له عسى أن يقوله يذكرونه به بطريقة لطيفة فقال أسندوني تأدبا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل السند قال لا أسندوني أسند جلسون فقال حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله مات قبل أن يقول دخل الجنة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فحقق وفاضت روحه هذا هذه ميتة اليوم عندما يأتي بعض الناس يهتمون فعلا بأنه أين دفن والله يا أخي فلان دفن في البقياء ليست العبرة في أنه دفن في البقياء هو أهم حاجة العبرة كيف مات على أي شيء مات أن يحرص الإنسان أن لا يأتيه الأجل وهو في معصية أنه ولياذ بالله هيطامة الكبرى لأنه لو مات وهو في حالة عصيان الله أعلم يعني في مآله ومآله سيبعث عليها وكفى بها عارا ثم جاء في الآية وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هي أصلا في قضيتين تؤرقان الإنسان قضية الموت الأجل قضية الرزق البحث عن الحياة وقضية الرزق فجاء الله عز وجل فجاءت الآية بقول الله تبارك وتعالى وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا لتطمئن الإنسان ثم أن الله تبارك وتعالى خاطب الناس قال وفي السماء رزقكم وما تعدون يعني هو يطمئن فورب السماء والأرض إنه لحق لحق وكان الحسن البصري من عباراته الجميلة يقول الله تبارك وتعالى وعد الناس بالرزق في أكثر من مئة موضع من كتابه والشيطان وعدهم بالفقر في موضع واحد الشيطان وعدكم الفقر قال فصدق الناس الشيطان يعني شيطان مرة قال الشيطان وعدكم الفقر وعد الناس بالفقر مرة والقرآن وعده والله عز وجل وعدهم بالرزق فالأسف إنه كثير من الناس اليوم يتعاملون مع منطق الرزق على أنه شيء يحصلونه بقوتهم الله عز وجل أمر الناس أن يأخذوا بالأسباب ثم وهتين القضيتين اللي هم الأجل والرزق النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قال لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها فأجملوا في الطلب فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم إجمالكم في الطلب على أن تبتغوا الرزق فيما حرم الله الأصل في الإنسان أن يجمل في الطلب أن يطلب رزقه ولكن يعتقد أنه مهما بحث لن يأتيه إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى له من رزق وهذه مسألة قناعات إذا الإنسان اقتنع تماماً أن الموت حقيقة لا بد منها وأن الرزق مقطوع مبتوط من عند الله سبحانه وتعالى خلاص تحصل المقصود فهذه مسألة قناعات طبعاً هي مرتبطة بالإيمان لذلك اليوم الإيمان الحقيقي وليس الإيمان العاطفي نحن الآن تمر على الناس ومضات إيمانية فقط يحصل هذه المعاني بعدين في حياته ينسى أي شيء هو الإيمان إيماني بدون أن نصنف الإيمان وأن نوصفه وإذا الإنسان مؤمن بشيء يجب أن يتحقق ذلك في واقعه الطغاء يسعون اليوم إلى التأثير على الناس في هالقضيتهم فهم يوهمون الطغاء يوهمون الناس أن حياتهم بأيديهم وأن أرزاقهم بأيديهم مثل النمرو لما قال سيدنا إبراهيم أنا وحي وأميت وكذلك اليوم الطغاء يوهمون الناس أن أرزاقهم بأيديهم فكثير من الناس الضعفاء خوفا على رزقهم ماذا يفعلون؟ يساندون الطغاء ينافقون للطغاء يريدون أن يأكلوا ويشربوا ويعيشوا ويخافون على حياتهم فهو شعاره أنا أريد أن أعيش وأريد أن أخذ مرتبي لأنه يريد أن يعيش ويريد أن يأخذ مرتب وتجده ينافق للطاغية تجده يذل الطاغية تجده يتنازل عن مبادئه ولو أنه علم أن حياته بيد الله تبارك وتعالى وأن الطاغية لا يقرب أجلا ولا يزيد في عمره وأن الطاغية لا ينقص من رزقه قدر حبة قمح ولا يزيد في ذلك إلا برضى الله تبارك وتعالى ما ذل لطاغية وما استجاب له نحن أريد أن أقول أيضاً أن هذا المعنى هو منبع التحرر الحقيقي عند المؤمن وأساس الحرية في حياة الإنسان لأن الإنسان إذا تحرر من كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى وجعل قبلته قبلة واحدة ويصدر عنها وحدها فقط دون غيرها عن هذا القرآن وهذا الكتاب لا يمكن أبداً لأي أحد أن يؤثر عليه ولا أن يشترياه ولو بمال الدنيا ولا أن يستظر منه فتوى ظالمة بسبب الرهب والرغب بسبب الزهب والغيره وعدنا إلى معنى التوحيد وقضى ربك إلا تابده إليه أنا في نظري أن التوحيد الحقيقي الخالص بمعناه الحي في حياة المؤمن هو منبع تحرر الإنسان وتحريره من كل سلطان سوى سلطان الله سبحانه وتعالى لا رزق يخشى عليه ولا عمر يخشى عليه لأن الجبن والخوف ومخالفة أوامر الله وطاعة الصلاطين الظلمة لن يطيل عمراً والشجاعة والجرأة وقول كلمة الحق حيث كانت وأنها كانت لن تقصر عمراً لأن الله سبحانه وتعالى حسم القضية الله تعالى حسم القضية ولذلك ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه في حكمه المعروفة يقول انشغالك بما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماص البصيرة منك يا سلام للإنسان ينشغل بما ضمن له هو ضمن خلاص لماذا تشغل نفسك فيه؟ ضمن رزقه وتقصر فيما طلب منك ووجب عليك يبقى دا دليل على ان بصرتك مطموصة والعياذ بالله ولذلك الآية الكريمة هذه الآية الأخيرة من سورة لقمان التي نحن بصددها فيها معنى جميل جداً وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوفر طاقة الناس ويوجهها في الجهة الإيجابية التي يجب أن توجه إليها يعني لماذا أوجه طاقتي إلى أن أنا أصهر طول الليل أفكر في الرزق وأصهر طول الليل خايف على العمر أنه قد يأتي أحد يقتلني أو يحدث لي شيء ربنا حسم هذه القضية أنا أخذ وأوجه طاقتي البدنية والنفسية والعقلية والفكرية إلى حيث يجب أن توجه ولن أشغل نفسي بما حسماه الله وما ضمنه الله سبحانه وتعالى فهنا الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية توجه الطاقة الفاعلة إلى حيث يجب أن توجه وتمنعها أن تتوجه إلى حيث لا يجوز لها أن تتوجه كلما زاد هذا اليقين عند الناس كلما صعب على الطغاة أن يجدوا بطانة تساعدهم على الفساد والإفساد لذلك كبار العلماء في تاريخ العلماء المشهود لهم كانوا ينأون بأنفسهم عن السلطان في رواية عن الإمام الشافعي عندما توجه ليتعلم عند الإمام مالك جاءه بتوصية أمير مكة إلى أمير المدينة حسما أذكر القصة الإمام مالك غضب غضبا شديدا هذا العلم لا ينبغي أن يتوسط فيه أمثال هؤلاء كان ينظر إليهم على أنهم ليسوا من الشرف بأن يستعان بهم في هذا الأمر يا سيدي الشيخ الإسلام بن تيمي رحمة الله عليه لما ملك هذا المعنى عطل وسائل الطغيان فقال ما يفعل أعدائي به ما يفعل أعدائي به قتلي شهادة حبسي خلوة ونفي سياحة طغي ماذا يملك أن يفعل معي إما أن يقتلني أو يحبسني أو ينفيني قتلي شهادة وحبسي خلوة ونفي سياحة يذكر في التاريخ أن أحد شيوخ المصر وأظنه الشيخ الحلبي رحمة الله عليه دخل عليه الخديوي مرة وكان يجلس في سدة ذهب يزوره طبعا طلبه كي يزوره أكثر من مرة فرفض هذا العالم فدخل عليه الخديوي ووجده جالسا وقد مد رجله مادا رجله فغضب الخديوي وذهب خرج فأراد أن ينكر به يعني أرسل له سرة من مال مع أحد رجاله وقال له إن أفندينا أمر لك بهذه الهدية فنظر إليه وقال أرجع إلى أفنديكم وقل له من مد رجله لا يمد يدها يا الله من مد رجله لا يمد يدها يعني هو مدرك الحكاية أنه هذاك اغتاض منه بسبب يمد رجلي طبعا من مد رجله لا يمد يدها اليوم هو ما مشكلة كثيرين لماذا يذل الناس للطاغية للرزق والعمر للرزق والعمر فقط الخوف على الرزق والعمر ولو علم بعدين الله عز وجل عندما تكلم عن الهجرة ماذا قال يجد ومن يهاجر في سبيل الله في سبيل الله يجد في الأرض ماذا يجد مراغما كثيرا وسعى يعني الله عز وجل يقول لك أنت أخرج في سبيل الله أثبت على دينك هذا الذي يهددك به الطاغية الذي هو عمرك ورزقك ستجد الساعة حيث تخرج ولذلك أغلب العلماء الأحرار انتقلوا أغلب العلماء الأحرار في التاريخ انتقلوا من بلادهم إلى بلاد أخرى شوفوا كذا انظروا في التاريخ نظروا الإمام الشافعي نظروا لأبو حنيف نظروا للإمام العز بن عبد السلام لابن تيمية الغير تنقلوا من بلادهم إلى بلاد أخرى تمسكا بالحق حتى هم في السجن صنفوا العلم وكتبوا الكتب الإمام السرخصي وده إمام عظيم من أئمة الحنفية ألف 30 جزء المبسوط كامل كتاب المبسوط أملاه كاملا في السجن في البئر في البئر كان مسجونا في البئر أملاه دون رجوع لشيء كان يأتي تلاميذه كل يوم على فم البئر فيملي عليهم وألف كتاب المبسوط وهو أحد الكتب المعتمدة في فق الحنف من أعظم الكتب تيمية صنف في المعتقل وابن القيم صنف في السجن تيمية مات في السجن وكثير الأستاذ سيد قط بألف الظلال في السجن الشيخ القراضاوي ألف فقه الزكاء في السجن لسالة للدكتوراه الشيخ عبدالسطرف أتحلى سعيد المنهاج القرآني في التشريع وكثير محتى الأدبيات السجونية التي يدخلها العلماء بسبب قولتهم الحق وتحملهم مقتضيات هذه الكلمة تجد لها لزة خاصة تجد لها روحا خاصة لأن اللقاء الداب تتبدى له معالم وآفاق وهو في المحنة لا تتبدى لغيره ممن هم قاعدون آمنون ساكنون الإنسان حينما يمر بمحنة يمر بتجربة يشعر بمشاعر وتتبدى له معالم وآفاق ومساحات من الرؤى والأفكار لا يمكن أبدا أن تتبدى لمن لم يدخل فيها ولمن لم يجربها ولمن لم يبتلى بها لذلك انظر القصيدة التي ألفها سيد قطب رحمة الله عليه في السجن التي لا يكاد أحد لا يحفظها اليوم معانيها عجيبة يقول أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إنسان مقيد وحر وكان يستشعر معنى الحرية الحقيقية إذا كنت بالله إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد يعني هؤلاء العبيد كان ينظر إلى هؤلاء الطغاء على أنهم مجرد عبيد لا يملكون لا يملكون شيئا ثم يقول أنت حر بتلك القيود يعني بمعنى ليست الحرية ليست الحرية أن تكون طليقا تتحرك كما تشاء وليست الحرية أن تسير في الأرض لا الحرية أن تفعل ما تريد أن تفعل قناعتك أن تفعل قناعتك أن تفعل إرادتك أن لا تذل لرزق أن لا تذل لخوف من طاغية فقال أنت حر بتلك القيود أخي إن نمت نلق أحبابا فروضات ربي أعدت لنا هذا فهم فلسفة الموت أن الموت ليس نهاية الحياة وإنما هو الانتقال لذلك بلال رضي الله عنه أرضاه في سكرات الموت كانت تشتد عليه سكرات الموت فتدخل إحدى بناته فتقول واكرباه واكرباه عليك واكرباه فينظر إليها ويقول بل واطرباه بل واطرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة لأنه هو فاهم أن خروج الروح ليست هي القضية القضية ماذا فعلت هؤلاء الذين ذلوا لرزق اليوم هؤلاء الذين باعوا الحكام دينهم لذلك الله عز وجل ماذا قال الذين فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا هؤلاء ماذا حصلوا هؤلاء الذين كتبوا الفتاوى للسلاطين هؤلاء الذين كتبوا الفتاوى للطغى من أجل ماذا حصلوا قصور حصلوا سيارات حصلوا حشام وخدم الله عز وجل سماه ثمنا قليلا على فكرة حتى في الدنيا الذين خلد الناس ذكراهم هم أصحاب المبادئ وأصحاب المواقف والذين ثبتوا عن أصحاب المواقف وهي الحياة موقف أما الذين يمالئون السلطان الظالم والذين يبررون له ظلمه ويشرعنونه له فمن يذكرهم لذلك في قضية الرزق استحضار معنى الرزاق أن الله هو الرزاق الله عز وجل عندما جاء بوصف الرزاق ماذا قرنه؟ الرزاق ذو القوة ذو القوة المتين أي أن القوي لأن الإنسان دائما يميل إلى الركون إلى من عنده المال وإلى الركون إلى من عنده القوة فالله عز وجل يقول لك الغني الذي يرزق الذي عنده القوة هو الله تبارك وتعالى استحضار معنى الرزاق يجعل الإنسان يطمئن مهما فقد من متاع الحياة الدنيا حاتم الأصام كان أحد التابعين وكان فقير الحال رغب مرة في الحاج ولا يملك إلا نفقة يسيرة فجمع أولاده وكانت عنده ابنة مؤمنة صالحة تقية قال لهم أني أحب لي رغبة نفسي متشوفة إلى الحاج ولكني أخشى أن ذهبت إلى الحاج أن لا يبقى عندكم كثير من المال هو يشاورهم فقالت ابنته يا أبتي اذهب إلى حجك فإن الرزاق موجود سبحانه وتعالى اذهب إلى حجك فإن الرزاق موجود فذهب الرجل إلى الحج والحج في تلك الأيام يعني شهور يعني شهور في الذهاب وشهور في العودة فمرت بضعة أشهر وفعلا فقدوا ما في البيت بدأ الأطفال أو الأولاد يلومون أختهم أنت السبب أنت التي جعلت هذا الذي يحل بنا ينزل بنا فضرعت إلى الله تبارك وتعالى وبدأت تقول يا رب يعني لا تخيب رجائي وأنت الرزاق فصادف ذلك مرور أمير المدينة وقال يعني الحقيقة ليس صادف بل جاء على قدر جاء على قدر أمير المدينة في يعني أصيب بالعطش قال أدركون بماء فطرقوا أول باب كم بيت حاتم الأصم فشرب قال ماء طيب من أي بيت قالوا بيت حاتم الأصم قال حاتم الأصم أدعوه نسلم عليه أدعوه نسلم عليه قالوا هو في الحج قال ما دام في الحج فحق له علينا أن نكفي أهل بيته في غيبته الله آمان أن نكفي أهل بيته في غيبته فحمل منطقته كان ينطق يضعون أموالهم الذهب والفضة في دنانير في المنطقة يضعونها فحملها مثل الجزدان يعني فحملها وألقاها في فناء دار حاتم الأصم وأجر الله على الخير على لسانه قال من يحبني من كان يحبني فليفعل كما فعلت الحاشية دائما يتذلل للأمير فصار كل واحد منهم يحمل منطقته ويلقيها الرزاق موجود سبحان الله الله لا يضيع عباده لذلك شعارنا أحنا اليوم أمنا هاجر رضي الله عنها وأرضاها عندما وضعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في واد غير ذي زرع لا طعام لا شراب قالت يا إبراهيم لمن تتركنا لمن تتركنا مضى ولا يلتفت يا إبراهيم بوادي لا زرع فيه لا طعام لا شراب يمضي ولا يلتفت قالت يا إبراهيم أه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا الله لا يضيع عباده الذين يمتثلون أوامره إذن لا يضيعنا ومع ذلك بسلوكها طبقت معنى إذن لا يضيعنا قامت تسعى فالإنسان يجب أن يوقن أن الله لن يضيعه ويجب أن يسعى لذلك فكانت زمزم وزمزم شاهد على أن الله لا يضيع عباده الذين تكفل لهم بالرزق فالرزق كما قلنا يعني اسم من أسماء الله ربنا سمى نفسه الرزاق والآية الكريمة بتقول إن الله شوف الله هو الرزاق شوف بقى عدد التأكيدات اللي في الآية إن حرف توكيد الله اسم الجلالة هو ضمير للشأن وضمير التأكيد الرزاق بصيغة المبالغة ربنا سبحانه وتعالى بعلمه وخبرته بخلقه يعرف أنهم يقلقون على الرزق وبعدين نسب الرزق لنفسه لما نيجي نخرأ في القرآن الكريم آيات أخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق نحن نرزقهم نحن نرزقهم وإياكم وفي آية أخرى نحن نرزقكم من الذي يرزق؟ الله نحن وبعدين بضمير العظمة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها الرزق منسوب للفعل الفعل يأتيها يعني الرزق هو الذي يأتي ليس أنت اللي بتروح له أو تجيه وإنت بتسعى القلب يتوكل على الله والجوارح تعمل ويأتي بإرادة الله ويأتي بإرادة الله وبالسعي وربنا الله وهزي إليك بجزع النخل وهزي جزع النخل الوحدة حاملة أو بتولد في أضعف حالتها أي خلي الرطب ينزل من النخل بهذه الهزة والهزة من الجزع هل سيؤثر؟ هو رمز للسبب أخذ للسبب فاح نأخذ بالأسباب والقلب يكون مطمئن تماما لأن الله هو الرزق ذو القوات المتينة شوف الآيتين الله عز وجل يقول وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ إيش قال؟ نرزقهم نحن نرزقهم وإياكم الآية الأخرى وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرزُقُكُمْ نَرزُقُكُمْ وإياهم شو الفرق بين الآيتين وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرزُقُهُمْ وإياكم أن الفقر هنا ليس متحقق الفقر بسبب الأولاد في ظن الناس يعني أن الفقر ليس متحقق هو خشية الفقر فقتل أولاده خشية فقر فقر متوقع فالله عز وجل قدم رزقهم على رزقه قدم رزقهم على رزقه أنهم ظنوا أنهم سبب الفقر بينما قال وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ الإملاق الفقر قائم فقدم الرزق فنرزقكم وإياهم وقدمهم على الأبناء أي أن الله تبارك وتعالى تكفل يعني هنا نقطة في هذه الآيات أن كثير من الناس يظنون أنهم بسبب عملهم بسبب جهدهم هم الذين يرزقون أولادهم أنتم سبب لرزق هؤلاء الأولاد ولكن الرزق رزقهم الذي يرزقهم هو الله تبارك وتعالى حذار أن يظن الرجل أنه هو الذي يرزق أولاده أو أنه هو الذي يطعم أولاده أو أنه هو الذي يكس أولاده الذي يطعمهم والذي يكسوهم والذي يرزقهم هو الله تبارك وتعالى وهذا يعني أنه يجب أن لا يظن المرء أن مهمته وغايته في الدنيا مع أولاده إطعامهم وإلباسهم وكسوتهم بل هذه قضايا تكفل الله عز وجل بها أنت عليك أن تسعى وعليك أن تقوم بمهمتك تجاههم وهي البناء والتربية والتنشئة وهذا الذي ستسأل عنه يوم القيامة لكن الله تعالى ربط أيضا الرزق كما في الآيات اللي في سورة الطلاق بالاستقامة والتقوة ومن يتق الله يجعل لهم أخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وإن الله باله وأمره يعني معنى آخر اتخاذ الأسباب ليس فقط الأسباب المادية وإنما أيضا الأسباب التي تؤدي إلى الاستقامة وهي تقوى الله تعالى ومخافته أسباب العقدية دعم حسن مبارك لما رجع من حادث أليسة بابا حادث الاغتيال وكان لقاء الشهير اللي جمعوا بين الشيخ الغزالي والشعراوي وجاد الحق الله يرحمهم بعد اللقاء منتهب يعني من حضره يحكي ويقول أنه حسن مبارك هذا قال للغزالي يدعينا يا مولانا أنا بأكل 80 مليون نفس فقال له أنت تعرفت أكل نفسك أكل نفسك بس الأول وبعدين قل أنت اللي بترزق الناس قال لي يا مولانا أنا بأهزر ما تاخدش الكلام ما بجد كده فعلا هؤلاء الطغاء يظنون أنهم هم الذين يطعمون الناس لو كان الذي رد عليه من المنافقين بالضبط صحيح لربما أقره على ما قاله صحيح وعمق عنده المعنى صيبة والله نعم رحم الله الشيخ محمد غزالي حقيق كان شامخا طبعا صحيح لا يخشى في الله لغم تلائم لذلك من معاني التوكل على الله تبارك وتعالى أن القلب يتوكل والجوارح تعمل لذلك هي قضية التوكل هي قضية قلبية إذن ما في التناقض بين الأسباب والتوكل طبعا التوكل هو أن يوقن الإنسان هو توكل وليس تواكلا توكل في القلب وعمل بالجوارح لذلك الإنسان في قلبه يجب أن يكون معتمدا اعتمادا مطلقا على الله تبارك وتعالى وأنا باجي للمعنى الذي ذكره الدكتور عزام وهو أن الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لأنه للأسف صار الناس اليوم في نسبة كبيرة منهم يظنون أن الذي يتق الله يفتقر لأن الذي يغتني هو الذي يذهب إلى الطرق الملتوية وهو الذي يحصل أمواله بالرشوة ويحصل أمواله بالسرقة ويحصل أمواله بالاختلاس فجاء الأمر أن الذي يتق الله يرزقه الله من حيث لا يحتسب والحقيقة أنه من رحمة ربنا بالعباد أن جعل الرزق بيده وحده لا بيدي أحد آخر وده بيعطينا معنى تزكوي في النفس معنى عظيم جدا وهو أن ما دام جهة الرزق ما دام جهة الرزق هي واحدة فلماذا القلق وهذه الجهة هي التي خلقت وهي التي تعهدت وتكفلت وأوجدت وأمدت نعمة الإيجاد كما قال ابن عطاء الله ونعمة الإمداد والذي أوجد وهو الذي يمد للناس بالصحة وبالرزق وإلى آخره ولذلك لو الإنسان حسب أن رزقه بيد الرئيس بتاعه في العمل أو رزقه بيد الرئيس البلد أو رئيس الجامعة أو رئيس العميد الكلية أو 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 واحد قاعد في البيت ما بيشتغلشه زوجته اللي بتنفق عليه ويشتغل هيبقى حتى لو هي عاصة لها فيه لن يستطيع أن يتكلم لأنه خايف تمنع عنه فالإنسان حينما يوحد جهته نرجع هنا للتوحيد أيضا التوحيد والمعاني الإيمانية هذه التي تحرر الإنسان من كل الجهات ويبقى خاضعا عبدا لله سبحانه وتعالى وحده وذا بيسكب في نفسه من السكينة والطمأنينة والراحة والاطمئنان ما لا يجعله يقلق أبدا ولا يحزن أبدا إذا حزن الناس ولا يضطرب إذا اضطرب الناس لأنه يأوي إلى ركم شديد وهو الرزق سبحانه وتعالى الحقيقة أنا أرى موضوع أهم من الرزق الدنيا وهو الرزق الأخروي الحياة الأبدية هناك فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب العاقبة هناك للمتقين فنحن كمؤمنين الرزق الأكبر هو رضا الله سبحانه وتعالى هي الجائزة الكبرى جميل لكن في المعنى الذي تفضلت به كثير من الناس عندما ينقطع مصدر رزقهم هو لا ينقطع الرزق وينقطع مصدر من مصادر الرزق يصاب بحالة من الإحباط القنوط يؤدي ذلك ببعضهم إلى أن يقتل نفسه ولا ياذب الله مع أنه لو تيقن بأن هذا المصدر هو الذي انقطع وليس الرزق وسيسر الله له مصدرا آخر لأن الرزق مقدر لا عاش حالة الرضا وحالة التمئنام فين بقى الإيمان الإيمان ولذلك لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي حق توكلي لا رزقكم كما يرزق الطير تأخذوا خماصا وتروحوا الطربي بقى طير من عش الصبح لا يدري أين سيذهب ولا من أين سيأكل ولا في أي زمن وفي أي وقت بأي كيفية سيرزق لكن هو بيروح وهو جعان وبيرجع وهو شبعان لأنه خارج وليست له أي أدوات ولا وسائل يطمئن بها على هذا الرزق فهو متجرد من كل الأسباب الدنيوية والمادية ومتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكلي بيخرج يأخذ بالأسباب يبتغي الرزق الحلال من الله سبحانه وتعالى وسيرزقه الله تعالى كما يرزقه الله تعالى نحن نشاهد في حياتنا أيضا في قضايا الرزق لابد من ملاحظة قضية مهمة جدا وهو ما هو المطلوب تحصيله من الرزق اليوم بسبب فهم البعض إلى أن الرزق المطلوب هو حالة الغناء والتراف يحدث كفران للنعمة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فالأصل أن الإنسان بسبب الخوف من المستقبل الخوف من القادم بده يؤمن مستقبل ومفهوم تأمين المستقبل هذا مفهوم عجيب طبعا صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من انتذرهم عالة يتكففون الناس ولكن في الأصل مفهوم التوكل ليس أن تجمع المال وليس مفهوم الرزق أن تجمع المال مفهوم الرزق هذا أن تحصل حاجتك وحاجة من تعولهم على فكرة كل ما يفيد عن حاجة الإنسان هو ليس له ليس له في النهاية حديث الرصول صلى الله عليه وسلم من منكم مال ورثته أحب إليه من ماله أنه انت لما تكدس بتكدس بتكدس الذي لك هو كما ورد أيضا في الحديث الآخر ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأبقيت والحديث الذي يرويه الإبان مسلم رحمه الله الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر يعطي الإنسان فلسفة في الحياة فضلتم أشرتم إلى فلسفة الموت الآن فلسفة الحياة أنك أصلا أنت تعيش في سجن مقابل ما سوف تحصل عليه في الآخرة فأي شيء حصلت عليه في الدنيا هو لا شيء مقابل ما ستحصل عليه في الآخرة فهذا يورثك الزهد في الدنيا أيضا السجين يعني لا يفكر يعيد برحلة سجنه بل يعيد لما بعد السجن لما بعد الخروج لما بعد الخروج ويكون فرح بالخروج أكثر لذلك الصحابة رضي الله عنهم يعني عندما فهموا هذا المعنى عندما قتل أحدهم صاح فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة وحرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه لذلك أن هذه الآية تجعلني أقول بأن الله عز وجل تكلم عن الساعة وتكلم عن الموت وتكلم عن الرزق كأن الإنسان يجب أن يستحضر معاني مهمة في حياته أن يسأل نفسه فعلا أسئلة بينه وبين نفسه يجيب عنها إجابة واضحة لنفسه ودائما يكررها على ذاته من المحيط من المميت من الرزاق إذا كانت الإجابة الله تعالى فلماذا تخاف من خلقه أن يقتلك أو أن يقصر عمرك أو أن يقرب أجلك لماذا تخاف من الخلق والله لو كتب الله لك ليرة واحدة وجاءت الدنيا بأجمعها كي تحاول أن تأخذها منك ما أخذتها منك أبدا ثم بعد ذلك الحديث عن الساعة أي استحضر معنى أن تقوم الساعة وترى هؤلاء المترفين يوم القيامة أين سيكون قارون الذي أوتي من الأموال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة أين كيف سيكون حال فرعون كيف سيكون حال هامان ما قيمة كل الأموال التي جمعوها وما قيمة كل السوق فرعون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنه لاحظوا كل الأحاديث تعود إلى معنى التوحيد الحقيقة اللي حصل معنى التوحيد حصل معنى العزاء الكامل حقيقة لذلك من معاني التوحيد اللطيفة أنه أنا أقول لا إله إلا الله كيف أعيش بقلبي معنى التوحيد أن آتي إلى أسماء الله الحسنى فأحذف كلمة إله وأضع مكانها اسما من أسماء الله الحسنى فأقول مثلا لا إله إلا الله لا رحمن إلا الله لا رحيم إلا الله لا قوي إلا الله لا قادر إلا الله لا رزاق إلا الله لا محي إلا الله لا مميت إلا الله لا معز إلا الله لا مذل إلا الله إذا عشت هذه المعانى حقيقة بقلبي وروحي معنى ذلك لا يمكن أن أخف مخلوقا ولا يمكن أن أذل لمخلوق أي كان هذا المخلوق وأي كان هذا السلطان عندما وقف سعيد بن جبير الحسن البصري عندما بنى الحجاج قصرا في البصرة فأجمله وأحسنه ودع الناس يتفاخر لرؤيته فوقف الحسن البصري قال لهم أيها الناس جئتم تنظرون إلى ما شيد أخبث الأخبثين وعمر أما والله إن فرعون شيد أعظم مما شيد هذا وكانت الأنهار تجري من تحته فأجر الله البحر من فوقه فبلغ ذلك إلى الحجاج فقال يقوم عبد من عبيد البصرة يسبني فلا يقف له أحد والله أرينكم الليلة رأسه يتدحرجه هنا وبعث يجلبه فوجهز الجلاد والحاشي حوله يقولون اليوم يقتل الحسن البصري فدخل الحسن البصري فلما رآه فلما دخل تمتم بكلمات فدخل فقام الحجاج قال أهلا أبا سعيد أهلا أبا سعيد وأجلسه إلى جانبه وأفسح لأبي سعيد وأجله وأعظمه ثم شيعه وأكرمه بعد أن أكرمه فقال لحقه أحد الجنود قال يا أبا سعيد والله ما لهذا دعاك والله دعاك ليقتلك قال إني أعلم ذلك قال بالله قل لي ماذا قلت قال والله لما رأيت النطع والجلاد علمت أنه يريد بي الشر فلجأت إلى الله فقلت يا ولي في كربتي ومعيني في غربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى وصدق الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى ماذا يفعل الطاغية حتى لو قتله لو من قبل كده قال كلمة الحق قال كلمة الحق ولم يخف لم يخف اليوم هذه كلمة الحق اشتركوا في القناة